ازايكو عاملين ايه؟ مش هقولكو بس ألف مبروك علشان خاطر الرئيس لبى نداء الناس فكانت هذه التلبية بناء على طلب حضراتكم المواطنين اللي مفيش احسن منهم في الدنيا ازا ألف مبروك أن الرئيس لبى نداء لكن هبدألك بسردية أو سرد وإن كان قصير هو الوصف الدقيق اليوم شديد الازدحام العربية بتتحرك بهدوء بلوة صعوبة من أي شارع جوة جمهورية مصر العربية في حالتي بتحرك من مدينة 6 أكتوبر مرورا بمنطقة وسط البلد وصولا إلى مبنى التلفزيون ما سبيرو العريق الشوارع زحمة نقعد أنا وعم ساعدة نتناقش هو الشوارع زحمة للدراجي دي ليه؟ هو فيه ايه؟ ايه اللي هيجرى؟ هتيجي تقولي يعني يا يوسف ما تعرفش هقولك؟ بالله هي كل اللي نعرفه إنه فيه حكاية وطن في العاصمة الإدارية الجديدة ده هناك مش عندنا هنا ده واحد اتنين هل من الوارد إنه الرئيس يقول شيء أو كلمة مهمة في هذه الليلة؟ والله الرئيس خلال اليومين اللي فات وزائد اليوم بتاع النهاردة قال أكتر من كلمة مهمة وأكتر من تعليق مهم أنا بالنسبة لي كنت طاير في السماء وأنا بسمع كلام الرئيس حول مضلة الحماية الإجتماعية وكيفية احتضان طبقات كانت الحقيقة بلا حظ في هذا الوطن إلى إن إحنا بدأنا جمهورياتنا الجديدة في 2014 فأصبح للناس حق ونفس إنها تعيش يعيشوا حياة البنية أدمين لكن أرجع بيك مرة تانية على النهاردة هيحصل ليه الله ده في بعض الميادين عندنا في القاهرة أو محافظة القاهرة الله ده فيه ميادين تانية فيه الاحتفالات بتاعت 6 أكتوبر كل محافظة فيها مطرب من مطربيها موجود على الستيج زي ما حضراتكم شايفين ده احتفال 6 أكتوبر لكن الناس نزل الاحتفال ترفع صورة الرئيس وعالم مصر ده في حد ذاته هي تعبير صادق محبة إجلال تقدير هتيجي تقول لي طيب إعلقت ده ب6 أكتوبر أقولك طيب ما تصبر الرئيس قال في كلمته حاجة مهمة جدا قال أحمل معي شرفي العسكري وسام على صدري فاللي انت شفته قدامك من السبعة وعشرين محافظة إن كنت من الناس اللي كانت زي حالاتي بتشوف على شاشة التلفزيون هو المحبة والتقدير للجيش المصري ولشخص الرئيس باعتباره أحد ضباط هذا الجيش العظيم ولأنه رئيس الجمهورية احتفالا واحتفاءا بهذه المناسبة لدرجة أن أنا خدت بالي لما وصلنا هنا وأنا بشوف الأيواء الشاشات دي فلاحظت إنه فيه ناس كانت رفع عالم مصر وعالم ليبيا مع بعض ما أقولكش إن أنا قلبي كاد يرقص أو أنه بالفعل رقص فرحا في الغالب ده أحد مواطني ليبيا اللي مشرفيننا ومنوريننا في مصر وعنده هذا الإحساس بالتقدير نحية الشعب المصري ونحية الدولة المصرية اللي وقفت جنب وطنه ليبيا ده التقدير لكن هرجعك على المشهد لما خدنا بعضنا هب طبعا أنا إيه بجري عاوز أنا سمع في الراديو الأول وبعد كده طلع تجري دخلت جوه المكتب فلاقيت كل زميلي قاعدين في المكتب اللي احنا بنجتمع فيه قاعدين فتحين الشاشة وكل قاعد في حالة ترقب شديدة ترقب حقيقي الترقب ده بالنسبة لي كان غريب وما كانش غريب في نفس الوقت احنا مترقبين ايه طيب يا ترى يا هل ترى هل اللي لادي الرئيس هيعلن ترشحه ولا لا طيب هيقول ايه وبالذات في كلماته الارتجالية بعيدا عن الكلمة الرسمية المنصوص عليها بس كمان ده استدعى لزهني تقريبا نفس المشاهد بتاعتنا في 2013 ثم ترقبنا لترشح الرئيس لانه احنا في 2013 كلها كان السواد الاعظم الاغلبية الكاسحة من المصريين تطالب انا ذاك المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بالترشح للرئاسة كلنا كنا بنهتف في كل شارع في مصر ما كانش فيه شارع واحد ما فيهوش صور الرئيس وعلم مصر وكلنا بنقول يا رب يترشح الترقب وقتها بالنسبة لنا كلنا كان مفهوم وبعدهن قاعدت النهاردة وإحنا كلنا قاعدين مترقبين مش عارف ليه بالنسبة لي كان شوية مفهوم وشوية مش مفهوم وقاعدت في حالة من حالات الحيرة هل الرئيس هيعلن النهاردة؟ هل مش هيعلن النهاردة؟ طب ولو ما اعلنش النهاردة مش ه... ليه؟ الى ان جاءت كلمة الرئيس باعلانه للترشح وكان لافتا للنظر جدا بالنسبة لي ثلاث حاجات الرئيس وهو يعرب ويؤكد عن احترامه وتأديره لكل المرشحين لكل المرشحين وهنا أنا أتمنى أن كل المرشحين يكونوا أيضا على نفس القدر من إعرابهم للاحترام والتقدير احنا بنلعب سياسة مش بنلعب لعب عيال احنا بنلعب سياسة مبهرة الاحترام والتقدير للكل ترجمة نانسي قنقر